في مصر نجحت مبادرة زراعية في تحويل أسطح العمارات إلى حدائق مثمرة تساهم في تدعيم الأمن الغذائي في مصر وتزيد من مدخول ساكني هذه العمارات من مباني صماء تتآكل بسببها المساحات الخضراء في المدن إلى حدائق مثمرة على أسطح تلك البنايات لتتحول إلى أسطح خضراء منتجة للثماريات والورقيات مبادرة مصرية أحيتها شركة جذور لتحقيق طفرة في الزراعة بدون تربة أو الزراعة المائية كما يطلق عليها والتي طرحت نفسها كمنافس قليل الاستهلاك للمياه للزراعة بالحقول على المستويين الشخصي والتجاري لتجميل المدن ومواجهة الأخطار البيئية التي تحدقوا بها من مميزات الجدر حجمه مش كبير لكن الصمرة والحصات في الآخر من الزرع شكله كويس وحجمه معقول مقارنة بالزراعة الأرضية بتستخدمش مبيدات أو بتستخدمش كيمويات فبالتالي منتج نظيف فصاحب المشروع يقدر يكسب منه لأنه هيسوقه على أساس أنه هو منتج نظيف خالي من المبيدات وفي نفس الوقت استهلاك المياه مقارنة بالأرض أقل بنسبة من 80% لتسعين في المياه وأتت تلك الفكرة بثمارها سريعاً وتبنها أيضاً بنك الطعام المصري الذي استضاف تلفزيون الكوت على سطح مبناه الإداري والذي أسعى من خلال تجربته لتوسيع الرقع المزروعة بدون تربة وخاصة في الأماكن فقيرة المال والخضرة كمشروع مدر للدخل للأسر محدودة الدخل إحنا دلوقتي هنبدأ ندي الأسرة الفقيرة المحتاجة على مستوى مصر كلها الوحدة الأساسية للزراعة بدون تربة تبدأ أن هي تشتغل نديهم ترينين كورس صغير مبسط قوي مش هيتعدى يوم أو يومين بشراكة مع شركة جزور يبقى أنا حليت للأسرة الفقيرة اكتفاقها من الأكل ثانياً مصدر دخل فلوس تقدر توفي به احتياجاتها التانية ثالثاً أنا بدأت أديله من بنك الطعام بدأت أن أنا أديله كل العناصر الغذائية اللي هم محتاجها مواد جفة لحوم خضروات يبقى أنا كده قدرت أن أنا أوفي هدفي أو الاستراتيجية بتاعتي مصر خالية من الجوع عشرين عشرين عن طريق أن الأسرة وصلها لاكتفاق الزيتي وتحصد جذور ثمار ما زرعت بحملاتها التوعوية ودوراتها التدريبية لتمكين الجميع من تقنيات الزراعة بدون تربة المائية والهوائية والتي يمكن تنفيذها باستخدام مواد محلية بسيطة كالخشب والأصص والعوازل بجانب المواسير ومادة عضوية بديلة للسماد وجاري استحداث تقنيات جديدة في مصر في تكنولوجيا جديدة إحنا مطبقينها اسمها الأكوابونيكس وهو استخدام الأسماك مع الزرع بحيث أن أنا أستغل الفضلات بتاعة السمك كويس أغزي بها النباتات فأنا كده استغنيت عن المحلول المغزي الأنظمة دي هنبدأ الفترة الجيئة إن شاء الله تبقى نظام أساسي على الأسطح من ضمن الأنظمة بتاعة المزرعات في الأسطح الخضراء المنتجة حياة للجميع فبه تتجمل العمائر التي تستعد أن تغزوها تقنية الزراعة دون تربة وتحقق الاكتفاء الذاتي بأقل إمكانات وتكلفة واستهلاك للمياه ألأ رجائي من القاهرة لتلفزيون الكوت